أهلا بحضراتكم وعملين إيه؟ النهاردة هنتكلم بشيء من التفصيل عن جريمة القتل وده بناء على طلب البعض علشان نعرف من خلال هذا الفيديو تعريف جريمة القتل والمحل الذي تقع عليه وأركان هذه الجريمة يمكن تعريف جريمة القتل أنها سلب إنسان حق الحياة ومن التعريف السابق بيتبين أن تلك الجريمة يجب أن تقع على إنسان حي يعني مش حيوان فسلب الحيوان حق الحياة لا يعتبر جريمة قتل وكذلك الجنين في بطن أمه لا يعتبر إنسان حي طالما يعتمد على أمه لمباشرة وظائفه الحيوية طب إمتى بقى الجنين يبقى إنسان؟ والموضوع ده خلي بالكم مهم علشان نقدر نوصف فعل الطبيب اللي أدى بإهماله إلى أن يفقد أحد المواليد حياة وهنا بنفكر هل يعتبر فعله قتل خطأ أم إجهاض؟ والقول الفصل في تلك المسألة أن المولود بيعتبر إنسان حي في تلك اللحظة التي يصلح فيها لأن يتلقى أثر خارجي دون اعتماد في ذلك على جسم أمه زي مثلا شعوره بالحرارة والبرد وغيره فلو كان هو ده الحال فجريمة الطبيب هنا بتكون هي القتل الخطأ وليست الإجهاض وطبعا جريمة الأتل لازم تقع على إنسان حي مش واحد ميت بس خلي بالك الإنسان بيعتبر حي حتى لو كان في غيبوبة ومش حاسس بأي حاجة حواليه وتطبيقا لذلك لا يعتد بالقل الرحيم في القرون المصري فلو الطبيب لقى مريض ما يقوس من حالته وكده كده ميت ما ينفعش يصرع المسألة دي بإنه يفصل عنه الأجهزة وفيه شرط كمان مهم ومنطقي في جريمة القتل وهو أن الجاني يجب أن يكون شخص غير المجني عليه لأن الجاني لو هو هو المجني عليه في جريمة القتل تبقى دي حالة انتحار تعالوا بقى نتكلم عن أركان تلك الجريمة اللي بتتمثل في الفعل والنتيجة والعلاقة السببية أما الفعل فبيتمثل في ارتكاب سلوك إيجابي أو سلبي إيجابي كقيام القاتل بطعن المجني عليه سلبي زي امتناع الأمة عن إرضاع صغيرها حتى الموت أو امتناع عامل تحويلات القتارات بتاع السخك الحديدية في تحويل مصاري القتارات علشان تصدم القتارات بعضها البعض ومع ذلك فيه ناس شايفة أن السلوك السلبي لا يعتد به في جرائم القتل ليه بقى؟ لأن القانون الفرنسي اللي مظمت ترشيعة العربية واخد قانونها منه ما بيعتدش بالسلوك السلبي في جرائم القتل ولأن العدم لا يتلطب عليه العدم غين ندخد به غين وأخيرا لأن إثبات القصد الجنائي في مثل هذه الأحوال يكاد أن يكون مستحيل أما بقى الاتجاه الذي يعترف بسلبية السلوك الإجرامي فبيقباله السلوك السلبي في جرائم القتل لكن ده لازم يكون بشرطين أولا أن يكون الشخص المتهم من واجبه القانوني أو التعاقدي أنه يمتنع عن الفعل السلبي زي أن الأم بيكون لزام عليها رضاع ابنها والشرط الثاني أن يكون الامتناع هو لسبب الوفاة والرأي الأخير هو الرأي الراجح في الفقه النتيجة الإجرامية بقى بتتمثل في إهدار المصلحة القانونية بارتكاب السلوك الإجرامي والمصلحة اللي بيحميها القانون في جريمة القتل هو حق الإنسان في الحياة لذا تتمثل النتيجة الإجرامية في هذه الجريمة في وفاة الإنسان الحي والنتيجة الإجرامية قد يكون الجاني فيها واحد أو جنيه متعدد والجنيه المتعددين دول قد يكون ما بينهم اتفاق فجي تبقى حالة من حالات المساهمة الجنائية اللي أنتوا ممكن ترجعوا لأحكامها في اللينك اللي موجود فوق وقد تنعدوا ما بينهم المساهمة الجنائية زي مثلا أن المجني عليه يكون ليتنين أعداء فكل منهم بالصدفة بيفكر أن يقتله في نفس اليوم وفي نفس اللحظة فبيطلق النار على المجني عليه في نفس اللحظة فبيموت بغير اتفاق تام بينهما وبغير أن نعلم من قتله وفيهما على سبيل التحليل هنا بنعتبر كل واحد فيهم قد ارتكب شروع في القتل باعتبار ذلك هو القدر المتيقن في حقه أخيرا بقى العلاقة السببية يعني أن طعنة السيك اللي طعنها الجاني للمجني عليه كانت هي السبب في وفاة وساعات كتيرة الأمر ده بيكون واضح ومش محتاج تفكير لكن بصوا معي على المثال ده لو الجاني صدم المجني عليه بسيارته فانتقل المجني عليه بإصابات طفيفة جدا إلى المستشفى وهناك ونتيجة للإهمال الطبي توفى المجني عليه هل هنا بتعتبر العلاقة السببية ما بين فعل الجاني ووفاة المجني عليه قائمة أم لا الحقيقة الموضوع ده في نظريتين الأولى اسمها تعادل الأسباب ودي بتقول أن طالما ساهم في حدوث النتيجة الإجرامية عدة أسباب فكلها محل اعتبار يعني في المثال السابق الإهمال الطبي وحات العربية كل ده ساهم في وقوع نتيجة الإجرامية بنفس القدر أما نظرية تانية بقى فاسمها السببية الكافية أو الملأمة السببية وفي النظرية دي بنشوف إيه أكبر الأفعال التي تسببت في وقوع السلوك الإجرامي وننظر إليها وكأنها هي السبب الوحيد في وقوع ونظرية تانية دي هي أقرب النظريات إلى القبول من الناحية القانونية وعلى فكرة بيان السببية في الحكم أمر يرجع إلى محكمة الموضوع فلا رقاب عليها في ذلك من محكمة النقل ما استندت إلى أسباب صائحة شكرا على المتابعة حتى النهاية وهكون شاكل ليك جدا لو اشتركت في القناة 87% من المتابعين غير مشتركين في القناة واشتراكك بيمثل دعم كبير بيخليني قدر أكمل لو ليك أي ملحوظة في المحتوى أو طريقة العرض ما تتردشك إنك تقولي عليها وطبعا تحت أمرك في أي سؤال